وهذه التكنولوجيا الغربية والإسرائيلية تقصف الإسرائيليين يقصفون غزة قصفا رهيبا اليوم كان قصف رهيب لم تشهدوا غزة ربما في تاريخ مقتل مئات اليوم لم يعلن مازال على الأعداد تدمير عدد هائل من الباباني تدمير عشرات المساجد مئات الشقق أبراج كاملة عمارات كاملة الأرقام اللي قدموها لحد الآن الفلسطينيين وهي أرقام لأن الأغلبين رام تحت الركام رام في حدود 700 قتيل فلسطيني شهيد بإذن الله هذه التكنولوجيا الغربية والإسرائيلية وكل ملهاك كيفما انتهت حتى كما قلت حتى لو انتهى العمر بقتل عشرات الألاف من أهل غزة أكبر خاسرين هي حكومة الاحتلال حكومة الكيان الإسرائيلي وسلطة عباس هذو أكبر خاسرين سيختفون تماما من الصورة في الأشهر القادمة ونتنياهو قد ينتهي به الأمر إلى السجن وربما عهب نقفيروس موتريتش وأخرين من الصيونية المتطرفة طبعا هذه تدخل في طار الصراع أيضا لموجود داخل الكيان الإسرائيلي لكن أكبر خاسرين هم هذو طبعا هذو كأفراد هذا رئيس السلطة فلسطينية أي رئيس الميليشيا التي تخدم الكيان الإسرائيلي وهذا رئيس الحكومة حكومة الاحتلال الإجرامية لكن الضربة التي لن تمحى طلاقا حتى أن أحد المعلقين الإسرائيليين كتب قال على حركة حماس أن تعتزل إنها لن تستطيع أن تجري مثل ذلك اللاعب كرة القدم ليجري مقابلة من أروع ما يكون مثلا لاعب مشهور يسجل خمسة أهداف في تلك المقابلة وتكون مقابلة على المستوى عالمي يعرف أنه لن يكرر هذا الإنجاز فبعض اللاعبين يفهموا مليح يعتزلون بعد أفضل مقابلة لهم يعتزلون بعض اللاعبين في كثير من الرياضات أحد المعلقين الإسرائيليين قال على حركة حماس طبعا هو سمع حركة حماس الإرهابية على حركة حماس الإرهابية تعتزل لأنها لن تنجز مرة أخرى ما أنجزته لقد أذلت أحد أكبر جيوش العالمية وأقواها لقد أذلت أحد أقوى الأجهزة الاستخباراتية وأكثرها شهرة على المستوى العالمي لقد أذلت لقد أذلتنا وهذا إذلال سيبقى معنا إلى الأبد ترجمة نانسي قنقر